بعد نجاح البطولة الأولى في أوروبي ده شجع الاتحاد الدولي أن ينظم البطولة التانية بعد أربع سنين وتقدمت دولتين من أوروبا بطلب لتنظيم البطولة هي إيطاليا والسويد وبتردت السياسة والقلوس تتدخل وإيطاليا أعلنت ورصدت 3 مليون ليرة ونص لتنظيم البطولة والحقيقة أن الحكومة الإيطالية والرئيس الإيطالي بنتو موسوليني بالنظام الفاشي جلقاها فرصة لتنميع نفسه في العالم وأسد ده حاد الدولي تنظيم البطولة إلى إيطاليا وكانت فرصة لإيطاليا وبدأ اللعب علشان تفوز إيطاليا بالبطولة طبعا ده موسوليني مش أي حد إيه اللي حصل؟ غيروا نظام البطولة بدل ما خلت مجموعات بقت نظام خروج المغلوب يعني اللي اتغلب باي باي وده عشان يسهلوا الأمور على إيطاليا وبالفعل ما زالت بريطانيا العظمى قطع البطولة بحجة أن بطولة جزء البريطانية أقوى من كاس العالم نسيت أقول أن أورجوي امتنعت عن المشاركة ودي أول وآخر مرة ما يدفعش حامل اللقب عن لقبه وفي النهاية شارك في البطولة تسعة من أوروبا أربعة من أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية ودولة واحدة ممثلة عن أفريقيا وأسيا يترى مين الدولة دي؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية اشتركوا في القناة